شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مباحثاته مع مظيره الصربي تؤكد تطلع المشتركة للبلدين لاستمرار البناء على زخم العلاقات الثنائية وأضاف الرئيس السيسي أن هذه التطلعات تعكس الطفرة التي شهدتها وطيرة التعاون في مختلف المجالات أن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا المشترك لاستمرار البناء على الزخم الذي تشهدوا العلاقات الثنائية في عقاب زيارته إلى بلدكم الصديق في عام 2022 حيث عكست الحفاوة التي حزيت بها من فخامتكم والطفرة التي شهدتها وطيرة التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية في عقابيها وجود إيمان مشترك بأمية واضح أساس راسخ لتنمية العلاقات الشاملة بين مصر والسربيا كما اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الالتزام بتعزيل العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم لسيما اتفاقية التجارة الحرة التي ستساهم في دفع معادلات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل كبير إضافة إلى أهمية الانعقاد الدوري لاليات التعاون السنائي وعلى رأسها لجنة المشاورات السياسية واللجنة المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بما يسفر عن دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في قطاعات الاستثمار والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اشتركوا في القناة